تلميز عزيزي المشاهد برحب بيك تلميز في مدرسة المسيح تلميز لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه وبيدعوك أنك تكون له تلميز تلميز مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة لكن تلميز معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح تسمح له أنه هو يعيش فيك وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشجعوا بعض أنك تطبقوا لحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي أن ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد أرحب بيك في حلقة جديدة من مدرسة المسيح أرحب بيك في خطوة جديدة في رحلتنا الطويلة عبر حلقات هذا البرنامج اللي بدأناها يمكن من وقت طويل مضى وإحنا بنتعلم يوم بعد يوم درس جديد وبنكتشف أن الكتاب الذي بين أيدينا احتوى أسرار ملكوت السماوات أسرار الحياة الحقيقية اللي ربنا دعانا أن نعيشها وأن نحياها في الجزء الأخير اللي إحنا بعد ما تكلمنا عن الله وحكمه للخليقة الإنسان والسقوط المسيح والفداء الروح القدس وعطيته لنا الموت والقيامة مع المسيح مبادئ العلاقة مع الله من إيمان ورجاء ومحبة تكلمنا رحلة طويلة قوي عن ممارسة العلاقة بيني وبين ربنا أنا وربنا وبعدين دخلنا في موضوع سمناه الكنيزة الكنيزة دي علاقتي بقى بيني وبين إخواتي في المسيح دي إخواتي في المسيح ربنا مهتم بالقضية دي جدا لها علاقة بعلاقتي بربنا قوي ليه علاقة بعلاقتي بالعالم قوي وده اللي هنشوف خلي بالكم ليه علاقة بعلاقتي بنفسي آه وده اللي هنشوف في حدثنا عن الكنيسة تكلمنا عن أكتر حتة في الأول مهمة تعرفها هي إيه الكنيسة لأن الصورة الخاطئة عن إيه هي الكنيسة خلينا في الآخر عشنا حاجة مش قودة اللي بيكلم عنه الكتاب وخدنا الجزء اللي فات كله رحلة بنقول إيه هي الكنيسة بس إيه هي الكنيسة؟ الكنيسة ليست مكان وليست جماعة وليست مجرد المؤمنين لكن المؤمنين المتحدين بالرأس وإن كل الصور الكتابية اللي رسمها الكتاب بتعبر عن كده بالذات الصور الأخيرة فابتدى بشعب رعية عيلة كرمة بيت هيكل جسد عروس في الصورة في الآخر بتأكد فكرة الوحدة 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 وحدتهم ببعض في المسيح بدون اتحدهم بالمسيح بدون العلاقة مع المسيح اتحد بيك ليه؟ ماشي كده؟ بدون إن ده أبويا أبقى أخوك إزاي؟ فعلاقتي بالمسيح علاقتي دي هي اللي بتربطني بيك من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا عايز أختم التعريف ده بالجزء الأخير دوت الفرق بين الكنيسة وبين الكنيسة في فرق؟ أولا ما فيش بولس فرق ما بين الكنيسة وبين كنيسة ويمكن ده يرجعنا في الحلقة اللي فاتت للسؤال اللي انت سألته حوالين الطواقف الكنيسة وكنيسة الكنيسة هي اللي صلى المسيح من أجلها في أصحاح 17 من إنجيل يوحنم لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم فبيصلي لأجل كل المؤمنين في كل العصور وللعصر الأول وبعد كده مليش دعوا بيهم كل اللي حيؤمنوا عن طريق الناس دول وعن طريق اللي هم حيجبوهم مش كده؟ ما ده بيخلف ده في الإيمان ما ده بيخلف ده في الإيمان ما ده بيخلف ده في الإيمان مش كده؟ فالكل المؤمنين يبقوا واحد يعني هياس تقول لي أني أنا الغالبان الفقير أنا وبولس الرسول أعضاء كنيسة واحدة؟ ... اه انا وبطرس الرسول اعضاء كنيسة واحدة احنا دينا اعضاء في كنيسة واحدة اه يعني هو عضه في الجسد اللي انا موجود فيه يعني بطرس ممكن يخدمني وانا اخدمه اه وده اللي حاصل ولا ايه بيخدمك او ما بيخدمكش بطرس يوحانا بيخدمك او ما بيخدمكش بيخدمني بتخيلين عايزة اقولو فدي الكنيسة الكنيسة انكلوسيف تحوي جميع المؤمنين في كل العصور بما فيهم المؤمنين اللي في العاد القديم اللي سماهم الكتيبة الكنيسة الكنيسة سماهم الكنيسة في العاد القديم اللي اعتمدت لموسى في البرية مش كده فدي كلم عن الكنيسة فدي الكنيسة التي رأسها المسيح كلها كائن واحد رأسه المسيح وكلنا اعضاء بعضنا لبعض فدي الكنيسة الذين يؤمنون بي كل الذين يؤمنون بي بكلامهم تعريف كنيسة بوليس بيحددها بيقول ايه بقى كنيسة كبيرة ديت مكونة من local churches كنائس محلية موجودة في الحي ده في المدينة ده في الزمان ده دخليني عايز اقولوا فسمى دي كنيسة واقال كنيسة اللي في كورونسوس الكنيسة اللي في تسالونيكي الكنيسة اللي في غلاطيا خدت بالكم اللي عايز اقوله ففي زمان واحد في هنا كنيسة هنا هنا كنيسة هنا كنيسة مصبوط كمان فده التمثيل المصغر للكائن الكبير في تمثيل مصغر عشان كده بيسميهم كده بولز هي وحدة جماعة في زمان ومكان في المسيح إلى كنيسة الله التي فيه كورونسوس إلى كنيسة السالوكينيين فحط التعريف حط اسم كلها كنيسة المسيح بس دي اللي في كورونسوس ودي اللي في تسالونيكي ودي اللي في أفاسوس دي اللي موجودة في القرن الأول ودي اللي موجودة في القرن الثاني ودي اللي موجودة في القرن متخيلين عايزة أقول إيه فنازم أفرق ما بين الاتنين دول الكنيسة وبين كنيسة لكن كنيسة وكنيسة 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 تسوي إيه الكنيسة ففي كنيسة في الحي ده وفي كنيسة جنبها في الحي ده بنتنافس بنتنافس ليه ما احنا الاتنين جزء من ايه الكنيسة واخدوا عضاء منها واخدوا عضاء وصابوني وراحوا عندهم هم خرجوا برا الكنيسة ما نخرجوش برا الكنيسة مش كده يام عندنا في كريساتنا ناسة بيتنا وراحت كنايس تانية يزعلك يا سيس اتحرمت منهم بس بشوفهم ولما بشوفهم اخواتي امت احزن ويتكسر قلبي لو بقوا مش في الكنيسة لو فقدوا للعالم الفكرة دي لازم تملى عقولنا الفرق بين كنيسة والكنيسة ونتعامل مع بعضنا البعض من هذا المنطلق جزء التاني جزء التاني من هذه الدراسة ليه بقى ليه المسيح اهتم بالموضوع ده ليه طلب الطلب الصعب جدا لما افهم ليه طلب ان الرجل والمرأة يبقوا واحد واضح عشان بناء الاسرة مش كده من غير الرجل والمرأة يبقوا واحد العالي اللي حيطلعوا دولوا حيتولدوا حيجي لهم ايه حيجي لهم تشرط في نفسيتهم على الأقل صح كده بابا وما بيتخنقوا وانا طفل طلعت حيطحصل ليه جوايا هتمزق مش كده هتمزق وحفتكر ربنا الاب والابنه روح القدس بعملوا ايه بيتخنقوا وحيبقى العالم بالنسبة لي امريكا وروسيا وقت الحرب الباردة دلوقتي امريكا وايران ولا مش عارف ايه فبيتخنقوا فحبقى عايش في حرب في سراع غير بابا وما واحد انا اتولدت داخل الاسرة دي فالحب والامان والسلام بيملقني ففي ضرورة لوحدة الرجل بالمرأة في ضرورة لان ده تكوين المجتمع يبقى المجتمع مبني على الوحدة الحب القبول التجانس معرفوش يبقوا واحد يبقى المجتمع ده تحلل وده اللي حصل النهاردة للعالم الزواج تحلل فالمجتمعات حصلها ايه النهاردة تحللت تحللت الكهان الانساني تحلل لان العلاقة الانسانية الاولى بين الرجل والمرأة النهاردة خيبانة جدا جدا افشل مشروع النهاردة في الحياة الاجتماعية والزواج لان الناس بتجاوز بطريقتها مش بطريقة ربنا يبقى ايزا لما ربنا بيطلب معجزة تحصل ان الاتنين يبقوا واحد عنده سبب عنده حق ما بيعملاشه بس ربنا دايما عنده سبب ربنا منطقي يا جماعة عشان كده هلومة ايه نتا حاجك بتعمل كده ليه اقولك بعمل كده ليه لازل بقى مقتنع نفس الفكرة بقى ليه ربنا عايز المؤمنين يتحدوا ببعض دي بقى معجزة اكبر كبير اوزة كان رجل ومرأة بصعوبة ويتحدوا ببعض عايزنا بقى الناس دي لبياد والسود والأحمر والأخضر والشخصيات المختلفة كل دول يبقوا واحد كوحدة الاب انت صعبتها يا رب يعني فيه سبب جوهري للحكاية دي ولا انت طالب طلب كبير قوي من غير داعي فاهمين بقول ايه فيه اهمية ان تبقى الكنيسة عروس عزراء عفيفة جسد راكب بعضه في بعض ولا مش مستهلة منها فاهمتوا بقول ايه نعمل جهد ونقبل الفكرة دي ونقبل التحدي ونعيش ده ولا في الاخر ده اللي هناخده مع بعض دلوقتي اهمية الكنيسة ليه ربنا عايز الكنيسة واحد واحد كنيسة هي اعلان المصالحة اعلان المصالحة ايه اللي حصل في جنة عدن جنة عدن الانسان تمرد على ربنا صح ففقد علاقته بربنا قال له انا عايزة استقل عنك انا عايزة ابقى مساوي ليك زي ما ابليس اراد ان يرفع كرسيه مش كده فصاره شيطانا بعد ان كان رئيس ملائكة الانسان مش في نفس السك اكل من معرفة الخير والشر لكي يكون كالله عارفا الخير والشر ومش محتاج ربنا فاهميني بقول ايه لما الانسان استقل عن ربنا وخلف عيلين واحد يوم قتل التاني تفهمتوني اول ما بيستقل عن ربنا الاخوات بيبقوا عداء عداء لدرجة ان الواحد يقتل التاني غيرة منه غيرة بس مش بيتخنوا على الارض الارض واسعة مش بيتخنوا على البهاي من البهاي من العشعة من الاخر مش بيتخنوا على الميراس لان كان ابوه المنفض اللوم على اقل تسعمائة سنة فاهميني بقول ايه فغيرة بس بس قام وقتل اخيه الفداء المسيح بيرجعني لعلاقتي بربنا وبيرجعني لعلاقتي بمين باخويا بيصلح لحاكتين اللي بازوا علاقتي بربنا وعلاقتي باخويا ودي الكنيسة في الكنيسة بنلاقي ناس تصالحة مع ربنا اسقطت بره بالايمان لنا السلام مع الله قادر قوله بابا يا ابا الاب صالحة مع ربنا رجعت لبيت الاب كويس وبعدين كنا اعداء اليهود والامم كانوا اعداء والنهاردة ياما ناس جوه مواطنة واحدة اعداء في حرب اهلية في السودان والصومال واريتريا صحا كده وكان فيه في لبنان وفي العراق يعني مش كده واعضاء ايه واعضاء مش بس وطن واحد واعضاء ديانة واحدة بيبقوا اعداء وبيتخلنا بقوا بيقتل الاخ اخوه الكنيسة بتقول ربنا بيصالحني انا بربنا وبيصالحني انا ومين واخويا واخويا شكده بيصالحة دلوقتي بيقول كده فكرون ستانية خمسة تمنتاشر وعشرين لكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه الكل من الله هو اللي عمل الشغلانة دي مش احنا هو الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة الايه المصالح اذا الناس عايزوا كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا نطلب عن المسيح تصالحه مع الله ده الخط الاي دلوقتي ده الخط الايه الرأسي ده الخط الرأسي طيب الخط الافق ايه قفسوس اثنين اربعتاشر الستاشر بنشوف منظر الصليب بيركب في بعضه بيقول ايه لانه هو المسيح سلامنا الذي جعل الاثنين واحد مين الاثنين دول اللي كانوا اعداء اليهود ومين والامم فاكرين في مسأل الساميري الصالح اليهود لا يقبلون الساميرين اللي هم انصاف يهود ويحتقرون فاكرين بالنسبة للامم بقى دول مش الاعداء دول الاد الاعداء ده اللي بيختلف معايا بقى في العقيدة وفي المذهب وفي الجنس وفي اللون واللي محتليني يعني لنا مش طيقه جعل الاثنين واحدا نقض حق السياج المتوسط اي العداوة مبطلا بجسده ناموس الوصائف في فرائد فاكرين دي خدناها في مبادئ التفسير مش كده لكي يخلق الاثنين بصوا بقى العبارة اليهودي والاممي لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا ايه واحدا دي وحدة الجسد جديدا صالحا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع مين مع الله فالمسيح هو الصليب عمل ايه خد اليهودي وصالحه مع ربنا وخد الاممي وصالحه مع ربنا وبعنهم في حضن قال لهم ايه صالح اولاد مع بعض فبقى ربنا واليهودي والاممي واحدا الاعداء بقى واحدا مش الزوج والزوجة دي معجزة الصليب دا اللي حصل في الكنيسة الاولى النبولس اليهودي برنابا اليهودي في انطاكيا غير اليهودية بيزرعوا كنيسة بين الامم يهود وامم كنيسة واحدة بيقلوا مع بعض بيشربوا مع بعض بيصروا مع بعض بيحبوا بعض بيموتوا معا من اجل المسيح دا اللي حصل دا اللي حصل ودا اللي بيكتبوا بولس يصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به نرجع الرسمة دي كده تابعوها بص اليهود والامم يبقوا مع بعض اهل بيت الله واسمع نفس الكلام اللي قالوا ادم زمان لحواء هذه الان عظم من عظمي ولحم من لحمي انت حتة مني وانا حتة منك يبقى الكنيسة بتجسد امام العالم بتجسد امام العالم ان الفداء دا صلح المشكلة الاصلية علاقتي مع ربنا وعلاقتي مع مين مع اخويا اخويا مش في البيت اخويا اللي ممكن يختلف معايا في الدين والعقيدة والجنس واللون وكل عاجة نظبوط كده فيبقى ديه تاني جنة عدن يبقى ديه تاني الفردوس مش كده الناس بتدهر ع الكنيسة دي اللي فيها انا وربنا وانا اخويا اللي فيها الصليب متحقق فاهمين بقول ايه طيب في سبب تاني ربنا من اجله عايز الاعضاء تركب في بعض بالطريقة المعقدة ديه غير انه يجسد عمل الملكوت ويجسد المصالحة ويصالح الانسان مع الله ومع اخيه الانسان في سبب تاني ان دي استراتيجية ربنا لبناء المؤمنين عشان نفهم المبدأ ده بوضوح هنلعب لعبة هنلعب لعبة عايزين اربعة متسابقين اتنين بنات واتنين ولاد وحنشوف البنات اشتر ولا الولاد عشان فحبقى في فريق من البنات وفي فريق من الاولاد واضح الفكرة عايز اقولها طيب عايزكو تسعدوني احنا حنحرك الترابيزتين دول اوكي وحنختار بنتين من الاربع بنات ولدين من الاربع ولاد مزبوط كده اوكي طيب عايزكو من تحت اتنين منكو كده قدام بعض من تحت من تحت تشيلوا الترابيزة ايوة تستنوا دي واحد انتو هتوالي هنا 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 ايوة بالطول 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 بالكده خلاص امام كده من فضلكم شيلوا الاثنين وحطوهالي كميلوهالي كده ايوة ايه الحلاوة هناك قدام بالطول كمل 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 برافو عليكم اوكي ايدي اعلى ليه ماشا عايز عايزكو تنقلو ده على كراسيكو وعايز كرسين من اللي عندكو وعايز نقلو ده على كراسيكو وعايز كرسين قدام بعض عندك كرسين قدام بعض نحيط تانية بريز اوكي حاخد بنت من هنا ممكن تيجي تعودي هنا ايوة حاخد بنت من هنا تفضلي تحلي يعودي هنا وحاخد شاب من هنا تفضل وقعد هنا وحاخد شاب من هنا تفضل وقعد هنا اوكي تفضل وقعد هنا عايزين الادوات ايوة كل واحد حيقدامه طبق من الايس كريم ايس كريم ايس كريم وكل واحد هيبقى معاه معلقة 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 الشرط في اللعبة دي هنشوف أني بنتين يخلصوا الطبق بتاعهم الأول وأنتوا تخلصوا شوف مين هيخلص الطبقين بتوعل أو بشرط أن المعلقة دي لازم أمسكها من آخرها لازم أمسكها من آخرها الطبقة ممكن تحركوا بيدك زي ما أنت عايزة فما تستعملش إيدك للمعلقة تستعمل إيدك للطبقة واضح الفكرة إيدك التانية للطبقة مش للمعلقة فمعلقة واحدة وبيد واحدة وبعدين حضراتكم تقدروا دلوقتي أول معد واحد اتنين تلاتة ايو زي ما أنت عايزة أنتوا فريق لازم تخلصوا الطبقين دول هنشوف الولاد أشتر والبنات في أكل الآيس كريم أوكي جاهز لما عد واحد اتنين تلاتة امسكها من طرفها من فضلك بلاش أزويخ حد ماسك المعلقة مش من طرفها من فضلكوا امسكوا المعلقة من طرفها من فضلك امسك المعلقة من طرفها من الآخر خالص ايوة كده تفضل ايوة تفضل كده ايوة تفضل كده من اخرها خالص من اخرها خالص ما تقترحوش عليهم ايوة تفضل كده ايوة تفضل كده بيدك تستعمل طبق بيدك تقدر تمسك الطبق موسيقى لسة لسة شوية لسة فاضل لسة فاضل رجع يدك لوره رجع يدك لوره للحافة ايوة كده ما تغيشش أيوة كده طيب ندي يدي للولاد الولاد خلصوا الأول خليكم عادين دي وعدا مع كانكم مكتب المسيح إيه الاستراتيجية اللي اتباحها الولاد عشان يفوزوا في هذه اللعبة أيوة إننا حاولت داما ليه الأول حاولت أستخدم عضلاتي لنفسي منفعش حاولت أتذكر روحك منفعش يعني أنا أحس إن أنا الأول كنت بيهد واحدة لما بدأت أساعده بقيت إيديا اللي اتنين شغالين هو مفيش كلام جديد أنا حاولت برضو أمسك المعلقة الوحدي فمنفعش مش طايل بققي فروحت مشغل مخي أحسن أوكي البنات اتأخروا صح ليه؟ عشان أنت عملت ايه؟ أكلت نفسي عشان أنا أكلت نفسي وهي في نفس الوقت عملت ايه؟ أكلت نفسها حاولت تأكل نفسها أنت عرفتي، أنت الوحيدة اللي عرفتي توكلي نفسك هي ما عرفتش فأنتو تأخرتوا طبعك تقريباً خلص طبقها هي؟ مليان مليان، بس كات المسابقة نكولاس إنتو الاثنين ايه؟ نخلص مع بعض إحنا فهمين بنعمل ايه؟ طيب، خلينا نرجع عشان نسمع أراء بقية الناس متهالي بسيط اللعبة اللي لعبناها ديت بتورينا إنه المعلقة اللي ربنا ادهالنا طويلة عشان يمنعنا نعمل ايه؟ نأكل نفسنا إحنا مصرين نعمل ايه؟ نأكل نفسنا فيمكن حد ينجح لو أدراعه عمل حاجة، رقابته عنده إمكانيات خاصة عارف، لكن التلاتة الثانيين كانوا مستهيل واضح؟ الكنيسة اختراع إلهي مبني على إن كل واحد يعمل ايه؟ يوكل الثاني فنبقى محتاجين بعض فيحصل اللي كنا بنقوله في المقدمة إن أنا عندي إمكانية واحدة ما عنديش إمكانيات كتيرة وقررت أوكل نفسي هؤكل نفسي حاجة واحدة، هخدم نفسي نوع واحد هطلع معوق هطلع ايه؟ معوق وده اللي مخلي كتير قوم المؤمنين معوقين نفسياً أو روحياً أو نفسياً وروحياً أو أي حاجة تانية مش متكاملين ليه؟ لأنه بيعمل ايه؟ بيأكل نفسه لكن لو كلنا أكلنا بعض لو كلنا أكلنا بعض بالمحبة بنبقى مش بنتنافس بنبقى بنبني خدت بالكم من الفكرة دي يحصل إيه؟ يحصل نمو الجسد في المحبة خلي بالكم من الآيات اللي جاية دي بصوا بيقول في قفسوس كده إن ربنا ادينا مواهب غير بعض عشان كل واحد بحسب المواهبة اللي عنده aju يخدم البقيين يحصل إيه؟ لأجل تكميل... للقديسين تكميل هنا ت— يعني تأهلهم بأهلك فاهم أصلي؟ فإحنا كلنا بنخدمك فبنأهلك فبنكملك وبنأهلك 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 فبيحصل تكميل القديسين تأهيل القديسين عشان يقدروا يقوموا بالخدمة لتكميل القديسين اللي عمل الخدمة لبنيان الأفراد لبنياني الايه؟ الجسد. دي عيلة واحدة. دي ملكوت واحد. ده في الاخر هو ايه؟ كائن واحد. وليس ايه؟ كائن. فاكرين ان ما قفنا على الثلاث كلمات دول وعدنا. انت بتتفلسف ليه يا عسيس؟ احنا مش بتفلسف. لان ده اللي في الاخر حيفضل ماشي معنا ايه؟ طول السكة. الفرق الصغير في الكلمات دي هو اللي هيغير المعنى و هيغير اسلوب الحياة اللي احنا بنعيش بيه. بصوا العبارة دي افسوس 4 13 16. الى ان ننتهي جميعنا الى وحدانية الامان. جميعنا. ومعرفة ابن الله الى انسان ايه؟ كامل. مين فينا يبقى كامل؟ محدش. لكن الجسد يبقى كامل. الى انسان كامل الى قياس قامت ملء المسيح. كي لنكون فيما بعد اطفالا مضطربين محمولين بكل روح تعليم. وده اللي حصل للنعرضة كتير قوي. صح؟ شوية كلام يجيبك كده وشوية كلام يجيبك كده. اطفال. عيالي. تسمحها كده تقتنى بيها. تسمحها كده تقتنى بيها. غير لما يكون الجسد ده متكامل. مش هنبقى اطفال محمولين بكل ريح تعليم. بحيلة الناس. بمكر. لكيلة الضلال. بل صادقين في المحبة ننمو. ننمو في كل شيء. صادقين في المحبة. احنا بنحب بعض بصدق. واحنا بنقول الصدق البعض بمحبة. ننمو في كل شيء. ننمو روحيا ونفسيا وماديا. فهمني. ننمو الى انسان كامل. ننمو في كل شيء. الى ذاك. الى ذاك. على مثل. وعلى شكل. ذاك الذي هو الرأس المسيح. الذي منه كل الجسد مركبا معا. ومقترنا بمؤاذرة كلها مفصل. حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد في المحبة. ربنا عايز النمو يحصل نسبي مزبوط. ننمو مع بعض. ليه? رجلي دي طولت اكتر من رجلي دي. همشي عامل ايه? همشي اعرج. فعايز الرجلين ينمو قد بعض والايدين ينمو قد بعض. وقال عمري محشتري بادلة جاهزة. لاني هتضرر كلها فصلها اني هتبقى ايد عاملة كده ويد عاملة كده. مش كده? خدت بالكم من اللي بيوله كتاب? حد خدت باله قبل كده لكتاب كده بالتفاصيل دي? كل ما كتب كتب لتعليمنا. الكتاب ما بيدشش. ما بيدشش. ما بيقولش حكايات. ده بيقول تفاصيل دقيقة لانه بيتكلم عن حاجة معينة. رسم رسمة وبيصف الرسمة دي وعملها وحياتها. هنا العبارات اللي ارناها دي بنتشوف ثلاث حاجات مع بعض. مواهب مختلفة. حب لبعض. بيربط الحاجات دي ببعضها. فحب وحدة ومواهب. مواهب مختلفة. حب لبعض عمل وحدة. ادى الى ايه؟ ادى الى نمو وندوق وتكامل. الى قياس قامة المسايا. لو في مواهب مختلفة لكن ما فيش حب. مش هيبه في ايه؟ وحدة هنزبوط. في مواهب مختلفة وما فيش حب وحدة. المواهب دي حتعمل ايه؟ حتطحن بعض. مش بس مش هتتكامل دي حتتنافس. دي حتطحن بعض. فده الحدف من الجسد. محدش فينا كامل. محدش فينا كامل. يحنى 17-23 بيقول ليكونوا مكملين الى واحد. بالانجليزي هنا completed in oneness. في الوحدة كمالهم. كمالهم في الوحدة. لانه بيكملوا بعض. في الوحدة كمالهم. وفي النقصان نقصوه. وفي القسام نقصوه. مكملين الى واحد. في وحدتهم هم كاملين. الى انسان كامل. محدش فينا يقدر يبقى كامل. لكن مع بعض نعمل ايه؟ نبقى كائن كامل. باتحادنا ببعض بالمسيح. واضحة. واضحة. فالكنيسة هي اعلان ان الفداء صلح الى الخطيئة عملته في جنة عنه. صلحنا مع ربه وصالحنا مع بعض. والكنيسة هي اداة الله لتكميل القدسين. لعمل الخطيئة. ومعندناش سكة تانية. كل واحد فينا محتاج وعز يوعزه. عشان كده اعطى البعض ان يكونوا عز. ومحتاج معلمين يعلموه. انت ليه موجود هنا? عشان تتعلم صح? لان ربنا ادى ناس يبقوا معلمين. وادى ناس يبقوا عاظ. والوعاظ بيحمسك وشجعك انك تعيش. والمعلم يشرح لك وبيفهمك. والرعب يخلي باله منك. والمبشر بيجيبك لربنا. والمدبر بينظم الدنيا دي من غير مدبر كنا بقينا هنا كده نقاطي. مش كده? ومن غير الهلبر اللي بيجيبوا لنا الادوات دي. الحاجات دي متتعاملش. مش كده? ومن غير التكنيشن اللي ورا مش مش هنصور. ومن غير. تهمين اللي عايز اقوله? فبيقول يا جماعة. يا جماعة. انت محتاج تتخدم بطرق متعددة. زي اي خلية. محتاج جهاز التنفسي. وجهاز الدوري. وجهاز البولي. وجهاز اللي مش عارف ايه. وجهاز المناعة. صح كده? ودول لازم يخدموا كل خلية. وكل واحد فينا حاجة واحدة من دول. لما نتحد هتتخدم من كل الناس. فهتتوعز وتتعلم وتتراعى. واضح? وانت بحسب اللي عندك هتعمل ايه? بالظبط. فهيحصل تكميل القدسين. ربنا ينور هنا. كلامه الجميل. اللي بيقوله الكتاب حلو. ومقنع. مقنع ولا مش قولولي. مقنع ولا مش مقنع. صح? مش ده نفس السيستم اللي ربنا عمله هنا? خلينا نقف هنا ونسمع اذا كان في اسئلة. يعني ربنا يستر. كان سؤال. فخلينا نسمع بعض الاسئلة في اللي احنا توقفنا عنده دلوقتي. فضل. في رسالة بولوس الرسول إلى أهل أفاسوس في الأصحاح الخامس وآية 31. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتصق بامراته ويكون الاسنان جسداً واحداً. هذا وقفة للآية. نقطة 32. هذا السر عظيم. ولكنني أقول هذا أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. هذا السر عظيم بالنسبة للمسيح والكنيسة؟ الرجل والمرأة؟ الرجل والمرأة. أنت رأيك ايه؟ أنا رأيي أنه بين المسيح والكنيسة. لكن الرجل والمرأة ده مش سر. واحد زائد واحدة يساوي واحد ده مش سر. لي معجزة ولا مش معجزة؟ يعني إيه سر؟ سر يعني مش أقول لكم. ولا سر معناها حاجة تبدو غامضة وربنا أعلنها لنا. مش كده؟ لما بيقول عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد. سر بس مش أقوله لكم. ما قاله لنا هو الله ظهر في الجسد. سر يعني عمل إلهي. مش كده؟ آية إعجاز. مخفي عن العيون. وربنا عمل إيه؟ أورهولنا. كويس. راجل زائد ست جايين من عائلتين مختلفتين. جنسين مختلفين. راجل وست مش عارف إيه. وبقوا واحد ده سر ولا مش سر؟ سر. انت متعصر. طيب طول الوقت هنا خلى المسيح والكنيسة والرجل والمرأة. مش حكتين زي بعض؟ مش معنى عند السر فصلتهم؟ هو قافل الآية خالص وبعد كده قال الآية جديدة. هذا السر عظيم. هيبين إيه هو السر؟ ولكن أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. يعني ده سر وده إيه؟ سر. 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 سؤال تاني. أيوة. سؤال لي لي علاقة بالحلقة اللي فاتت أكتر. ماشي. لما بوليس قال أفرح في ألام الأجلة وأكمل نقاط الشدقية المسيح. ما شرحناها دي. أنا عايز بقى. ما دخلتش. آه. يعني هو المسيح قلنا أكمل بالفداء والخلاص. أكمل آلام الفداء والخلاص على الصليب. على الصليب. خلص الصليب المسيح وقام. قام. ما أكملش ليه بقى النقاط الزل هي بتاعت الكنيسة؟ ليه ما أعملش الكنيسة هو؟ هو بدأ. مش فيهم الخمسين بداها المسيح؟ وهو موجود مع التلاميذ وكان بيزهر لهم. أي بداها. بس إحنا شفنا أن الكنيسة بدأت تبقى كنيسة بعد الصعود. طيب هو مش بعد الصعود المسيح كان موجود. آه أصدق بعد الصعود مش بعد القيامة. أوكي. آه. الكنيسة موجودة من العهد الأديم ولا؟ لأ. موجودة. جسد ربنا. إبراهيم عضوا في الكنيسة أو لا؟ ده أبو المؤمنين. موجود فين؟ موجود في النموز؟ ده قبل النموز بكم؟ برواية وتلاتين سنة. مزبوط كده؟ زي ما أبوولز بيقول. واضح بقول إيه؟ لكن انتشار الكنيسة للعالم كله. أن يصل الإنجيل إلى كل الخليقة زي ما قال. الرحلة دي فيها ألم ولا ما فيش؟ فيها. كويس. مين هيعمله؟ نحن. ولا المسيح فينا؟ نقائس ألم مين؟ ألم من المسيح. يعني المسيح لذال يتألم فينا. أنا النهاردة زي بوليس في السجن مضروب ومطحون. بوليس متألم والمسيح قعد شمتان فيه صحيح؟ متألم. ولا بيتألم أكتر من بوليس؟ متألم. فألم الكنيسة هي ألم مين؟ ألم مين؟ لأنها إيه؟ جسد. ففي رحلة من الألم. المسيح والكنيسة عمشوها مع بعض. لأجل توصيل الخلاص اللي دفع المسيح تمنوا لوحده. دفعنا معاه؟ نعم. ما دفعناه وجمعاه. فخلاصنا تمنوا كان على فين؟ عصلي. دفعوا المسيح إليه؟ لوحده. عشان كده ليس بأحد غيريه إيه؟ خلاص. لكن ألام الكرازة والمناداب الإنجي لزال المسيح يدفعها فينا وبنا لأجل توصيل الخلاص للعالم. واضحة العبارة اللي قلتها ديت؟ عندك أي عطرات؟ ما قدر. أشكرك. ده من حقك. أنا مسحبت أصيخة صياغة نبقى فاهمينها عشان خاطر التعبيرات اللي هوتية ما تطلخباتش. فضالي. أنا عندي سراع. سراع. حضرتك اللي أنت قلته ده رائع جدا. أيها. وعايز عيشه وكلنا عايزين نعيشه. في العهد الأديم أو بلاش في العهد الأديم من ساعة ما جاء المسيح وتعاملت الكنيسة الناس كانت بتعيش كده وبولس الرسول هو قال كده. وناس كتيرة جدا دخلت في صراعات كتيرة وتقلموا كتير قوي بس مسكوا في المسيح. أتفقنا. جات فترة طويلة ده مئات السنين. كلنا يعني وعملين بنقع مش بنطلع. عملين بننزل. فين بقى جسد واحد وفين اللي حضرتك بتقوله هنعيشه إمتى. أوقات أقول لنفسي إيه. أوكي خلي عندك أمل كده هتعيشي فوق. بس مفروض عيشه هنا الأول. طبعا لنميتعشي فوق فوق خلاص. أعيشه إزاي في اللي حضرتك بتقوله والصراعات عمالة بتزيد أكتر وهاتزيد. الكنيسة في تاريخها مرت بأزمنة مختلفة. زي في العادلة دين. ففي العصور الوسطى كان ظلام. وباقي بتطلع الكنيسة. بتحصل نهضات. وبنسمع عن نهضات روحية فائقة حصلت في أزمنة مختلفة. مزبوط؟ النهضة كانت دايما بتشوف فيها بترجع الكنيسة تبقى عروس. بتيجي التبكيت والوحدة والحب. والنهضة والانتعاش. بس إحنا مش بنشوفها في كل العالم. لأنها بتحصل هنا في هذا الزمان. هنا في هذا الزمان. هنا في هذا الزمان. مش كده؟ في زماننا الحالي ده عمال يحصل في حتة كتير في العالم. من كم سنة كانت حاصل في كوريا وليمدة تلاتين سنة. متعاصلة. دلوقتي حاصل في الصين بشكل مخيف. والكنيسة اللي في البيت. واللي عايشها بالطريقة دي. وكل شيء بينه مشترق. والكنيسة بتنمو في الصين بشكل خيالي. تلاتة وعشرين ألف شخص كل يوم بيدوا حياتهم المسيح من خلفية الحادية. تلاتة وعشرين ألف كل يوم. مئة وثمانين مؤمن النهاردة داخل الصين العظيم. مش صور الصين. داخل الصين العظيم. انفجار. لأن دي كنيسة لها دل أول عمي. فده ما ترك لينا. ننصلي. نطلب ربنا. ونعيش الكنيزة. نعيش الكنيزة. مش نعملها. نعيش. هنشرح ده في آخر واحدة. هنشوفها. وحنقدم للمسيح أزراء. أشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة. وصلي في قلبي. أنا ربنا ننور عينينا. الكنيسة عزيزة قوي علي. وإذا ما حب نهاش. وإذا ما ما أحبها. مش نقدمها له. مش نقدمها له. إلى أن نلتقي ربنا معك. أمين. في نهاية حلقتنا عزيز المشاهد. عايز أشجعك. أنك تروح للويب سايت. بتاع هذا البرنامج. schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة. وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها ستريمينج. تقدر تلاقيها ويرد. تقدر تلاقيها كشيت. عشان تحل وتبعثه لينا مرة تانية. تقدر تلاقيها في دي أف. تقدر تلاقيها باور فوينت. أو تقدر تحملها لنفسك. على أساس أنها تكون مبي سري عشان تقدر تسمحها. أو تكون للآيبود بتاعت. أو تكون للآيفون بتاعت. أو تكون كمان ويندو ميديا بلاير. والسيدي هات. الديفيدي هات. هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية. من الآن. فصاعدا تقدر تحصل عليها. وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي. ربنا معك. ربنا معك. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر